اعزائي الطلاب والباحثين المهتمين بعلم الشكل الظاهري للنبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتعرف اليوم على مراحل الانبات في النبات ومن المفترض بعد ممارسة الانشطة المهارية العملية ان تكون قادرا على الاتي التفرق بين البذرة والحبة تحديد نوع الانبات هوائي ام ارضي استكشاف وجود او عدم وجود نسيج الاندوسبير المقارنة بين ذوات الفلقة الواحدة والفلقتين الحبة ما هي الا ثمرة كاملة تنتج من المبيض ككل ولها موضعي اتصال احدهما بالتخت الذهري والاخر بالقلم ولا يمكن فصل غلافها عن غلاف البذرة اما البذرة فهي جزء من الثمرة تنتج من البويضة وعليها موضع اتصال واحد فقط السرة هايلام وهو اتصالها بالمشيمة ولها غلاف خاص تيستة منفصل عن البركارب غلاف الثمرة يتحدد نوع الانبات بمعدل نمو السويقة فوق الفلقية وتلك التحت فلقية فاذا كان معدل نمو الابيكوطايل اسرع من الهايبوكوطايل كان الانبات ارضيا والعكس صحيح وبذلك عندما تكون الابيكوطايل اطول من الهايبوكوطايل فهذا دليل على ان الانبات هيبوجيل والعكس صحيح ايضا في الانبات الارضي هيبوجيل جيرمينيشن تتخذ الابيكوطايل شكل الخطاف هوك وذلك لحماية الانسجة الميرستيمية الطرفية من الاحتكاك بحبيبات التربة والعكس في الابيجيل جيرمينيشن هذا وتكتسب الفلقات اللون الاخضر في حالة الانبات الهوائي لتعرض الفلقات للضوء على عكس الانبات الارضي اما بالنسبة للهدف الثالث وهو تحديد وجود نسج الاندوسبرم من عدمه فهذا يتأتى بعمل قطاع طولي لفحص التركيب الداخلي للحبة او البذرة وعموما اذا كانت البذرة لا اندوسبرمية فان الغذاء المدخر سيكون موجودا في الفلقات وبذلك تمتص قمية كبيرة من الماء ويكون هناك فرق في الحجم بين البذرة الجافة والاخرى المنقوعة في الماء اما عن الهدف الرابع وهو تحديد نباتات زوات الفلقة الواحدة والفلقتين فهناك علامات تدل على ذلك وهي وجود الفلقتين والجذر الوتدي والتعرق الشبكي والازهار الرباعية او الخماسية تكون في نباتات زوات الفلقتين والعكس في زوات الفلقة الواحدة في الشكل العلوي يتضح ان هذه الوحدة هي بذرة سيد وذلك لوجود السرة وهي موضع اتصال البذرة بالمشيمة ايضا يتضح ان هناك فلقتين مما يدل على ان هذا النبات من زوات الفلقتين ولا يوجد نسيج الاندوسبيرم مما يدل على ان هذه الوحدة اكس اندوسبيرمك سيد اما في الشكل السفلي فيتضح منه ان هذه الوحدة حبة لوجود موضعي اتصال ايضا هي من زوات الفلقة الواحدة وتحتوي على الاندوسبيرم اندوسبيرمك جرين في هذا الشكل وفي المرحلة الاولى يوجد موضع واحد للاتصال هايلم السرة مما يؤكد ان هذه الوحدة بذرة سيد وفي المرحلة الثالثة والرابعة يتضح ان الهايبوكوتايل متخذ شكل الهوك وايضا هي اطول من الابيكوتايل ومن هذا يتضح ان نوع الانبات هوائي ايبي جيال جرمينيشن واذا ما فحصنا الاوراق الخضارية في المرحلة الاخيرة فنجد بها تعرقا شبكيا الى جانب وجود فلقتين مما يؤكد ان هذا النبات من الدايكوتس في هذا الشكل وفي المرحلة الاولى منه يوجد موضع واحد للاتصال هايلم وهو السرة مما يؤكد ان هذه الوحدة بذرة سيد وبفحص المرحلة الثالثة والرابعة نجد ان الابيكوتايل على شكل هوك وايضا الابيكوتايل اطول من الهايبوكوتايل مما يؤكد ان نوع الانبات ارضي هيبو جيال جرمينيشن وبفحص الاوراق الخضرية نجد بها تعرقا شبكيا وايضا وجود الجذر الوتدي يدلان على ان هذا النبات داياكوت في هذا الشكل وفي المرحلة الاولى نجد ان هذه الوحدة تحمل موضعي اتصال مما يدل على انها حبة جرين وبفحص الابيكوتايل نجد انها ممثلة بمسافة صغيرة ولكن الهايبوكوتايل تكاد تكون منعدمة مما يدل على ان نوع الانبات ارضي هيبو جيال جرمينيشن ويوجد التعرق المتوازي في الاوراق الشريطية والجذور العراضية يؤكدان ان النبات مونوكوت عزيزي الطالب بعد فحصك للمرحل السابقة امل انه يمكنك الان الاجابة عن هذه الاسئلة في هذه الصورة بسهولة ويسر وادعو الله لكم بالتوفيق والسداد تحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة